والعارفون بالله على هذا الحال عمل واستفراغ جهد في إنجاحه ثم شكر وحمد لله وإن كانت نتائج العمل بخلاف الإجتهاد والمتوقع فالمقدر هو الله وثوابق هممهم لا تخرق أسوار قدم رب قدر ربهم ومحبوبهم لذلك هم يزدادون تسليما وتفويضا وهناك تصوير لشأن هؤلاء القوم وعلاقتهم بربهم بعد أن يستفرغوا الأسباب يصوغه العارفان بالله المحقق الخليلي وأبو مسلم البهلاني رحمهم الله تعالى أجمعين في قولهم أهم بنصر الله والجد ممسكي ولو خط فيه مهلكا بعد مهلكي ومن لي وقد سد التخاذل مسلكي ولم يبقى عند اليوم إلا تمسكي بعروة ركن للإله شديدي وتفويض أمري للمدبر خيرتي وإسقاط تدبيري وتعطيل حيلتي وترك عرى الأسباب من كل وجهتي جمعت همومي وانتجعت بهمتي إلى باب وهاب الجدود مجيدي إلى باب من أغنى وأقنى وأنعمى إلى باب قهار أهان وأكرمى إلى باب من أفنى وأحيا وأعدمى إلى باب من يدعوه في الأرض والسمى ومن فيهما من سيد ومسودي إلى باب من جدي بذلي لجده إلى باب من درك الأمان بقصده إلى باب من تعن الوجود لمجده إلى باب من في كل يوم بحمده له أي شأن في الأنام جديد إلى باب رب العالمين ومكرم المطيعين خير الراحمين مقسم المواهب شكار لصالح ما عمل إلى باب خير الناصرين وأكرم المفيدين خير الفاتحين ودودي إلى باب جبار السماوات غالب الجبابر ذي البطش الشديد المراقب الأمور ومن يقصده للاحتماف بالإلى باب وهاب الممالك قالب الكراسي قهار لكل عنيد